سين ما علامات يوم القيامة الصغرى والكبرى؟ جين علامات يوم القيامة وأشراطها هي التي تسبق وقوع القيامة وتدل على قرب حصولها وقد اصطلح على تقسيمها إلى صغرى وكبرى فالصغرى في الغالب تتقدم حصول القيامة بمدة طويلة ومنها ما وقع وانقضى وقد يتكرر وقوعه ومنها ما ظهر ولا يزال يظهر ويتتابع ومنها ما لم يقع إلى الآن ولكنه سيقع كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وأما الكبرى فهي أمور عظيمة يدل ظهورها على قرب القيامة وبقاء زمن قصير لوقوع ذلك اليوم العظيم وعلامات الساعة الصغرى كثيرة وقد جاءت في أحاديث صحيحة كثيرة ومنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم موته صلى الله عليه وسلم فتح بيت المقدس طاعون عمواس وهي بلدة في فلسطين استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة ظهور الفتن ومن الفتن التي حدثت في أوائل عهد الإسلام مقتل عثمان رضي الله عنه وموقعة الجمل وصفين وظهور الخوارج وموقعة الحرة وفتنة القول بخلق القرآن ظهور مدعي النبوة ومنهم مسيلمة الكذاب والأسود العنسي ضياع الأمانة ومن مظاهر تضيعها إسناد أمور الناس إلى غير أهلها القادرين على تسييرها قبض العلم وظهور الجهل وقبض العلم يكون بقبض العلماء كما جاء في الصحيحين انتشار الزنا والربا وشرب الخمر وظهور المعازف تطاول رعاء الشاتف البنيان ولادة الأمة لربتها وفي معنى هذا الحديث أقوال لأهل العلم واختار ابن حجر أنه يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة والسب كثرة القتل كثرة الزلازل ظهور الخسف والمسخ والقذف ظهور الكاسيات العاريات صدق رؤيا المؤمن كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق كثرة النساء رجوع أرض العرب مروجا وأنهارا انكشاف الفرات عن جبل من ذهب كلام السباع والجمادات الإنس كثرة الروم وقتالهم للمسلمين فتح القسطنطينية وأما أشراط القيامة الكبرى فهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن أسيد وهي عشر علامات الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب والنار التي تسوق الناس إلى محشرهم وهذه العلامات يكون خروجها متتابعة فإذا ظهرت أولى هذه العلامات فإن الأخرى على إثرها وليس هناك نص صحيح صريح في ترتيب وقوع هذه العلامات وإنما يستفاد ترتيب وقوع بعضها من جملة من النصوص والله أعلم